أرقام مقلقة أكبر انخفاض لأسعار المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 11 عام وانخفاض مستمر في نسبة مبيعات المنازل خلال 13 شهر الماضي مساء الخير متابعيننا ومشاهديننا من قناة شو الأخبار معكم حسين هاشم وحلقة جديدة ومباشرة من البرنامج شو فيما فينا استعلم من خلال لآخر وأهم المستجدات على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم حلقتنا رح تتركز وتتمحور حول موضوع في غاية الأهمية وبمس بحياتنا كلنا في أمريكا اللي هو موضوع المنازل وبالتحديد أسعار المنازل وأيضا نسبة مبيعات أو معدل الوسطي لمبيعات المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الفيديو رح نستعرض أرقام مهمة جدا وأرقام صدرت مؤخرا من الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين مش من عنا هايدي أرقام رسمية موسقة موجودة عنا حيلا واحد بيحب يطلع على هذا التقرير المفصل بإمكاننا أنه نعطيكم الرابط أو اللينك لحتى تطلعوا عليه ولكن اليوم نستند في هايدي الحلقة لإحصائيات وستاتيستيكس طلعوا من رابط الوسطاء العقاريين لحتى ما نكرر عم تتحدث فيها عن عدد من الأرقام اللي هي تختص بالمنازل أولا تتحدث عن أسعار المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية نسبة مبيعات المنازل قديش عم بيضلل قديش في بيوت معروضة هلا على البيت بأمريكا قديش عم بيضلل بيت على الماركت أو بالسوق لحتى ينبيع وين الأسعار عم تنزل بالتحديد زي نحنا عم نحكي عن أربع المناطق الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وين نزلت وين طلعت إذا طلعت شو هي معدل الفائد على الخروض العقارية هلا حاليا هل يا ترى في عالم عم بتعمر بيوته جديدة إيه ولا لأ ولا في انخفاض بهذا الموضوع وغير من الأرقام المهمة جدا مثل على سبيل المثال للحاضر شو هي نسبة المنازل اللي هي متعسرة في تسديد دفعاتها وعم بيضطروا أنه يبيعوا اليوم التاريخ الاسنين 24 ابريل 2023 الأشخاص اللي بسألونا دايما عن التاريخ أكيد قبل ما نبلش بهذه المعلومات وحلقة في غاية الأهمية بعرف كثير منكم بنتروا لهذا الطابق أو لهذا الموضوع فنتمنى منكم تعملوا مشاركة وشارك لهذه الحلقة على أوسع نطاق خلي هذه المعلومات توصل لأكبر عدد من أبناء الجالي العربية والكلدانية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي دا الموضوع يعني عم بيكون يسبب ألا ليش لأنه متل ما بتعرفوا نحنا بفصل الربيع بالسبرينج المفروض نحنا الماركت السوق العقاري بأمريكا هيدا بيسموه برايم سيزن تبعه هيدا يعني الأفضل وقت بالسنة للوسطاء العقاريين وأيضا للمورججز لأنه كتير بيوت تنزل على البيع أسعار بيوت يجري بتطلع وبيكون في نسبة مبيعات جيدة إلى حد ما ولكن اللي عم بيصير نظرا لعدة عوامل ومنها ارتفاع نسبة الفائدة على القروض العقارية كسرت الزخم تبع هيدا الموسم المفروض يبلش هلأ لكنا عم نشوفه نحنا أرقام مبيعات المنازل من شهر لشهر انخفضت بثلاثة من أربع يعني ثلاثة من أصل أربع مناطق كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية يعني نحنا لما عم نحكي عن المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية عم نحكي عن الغرب الوسط عم نحكي عن الجنوب الساوس عم نحكي عن المدوس اللي هي الولايات التقع في وسط الولايات المتحدة الأمريكية عم نحكي عن النورس إيست اللي هي الشمال الشرقي الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة من أصل هيدا الأربع مناطق كنا عم نشوف المنطس تو مونس يعني المبيعات من شهر لشهر عم تنزل ولكن إذا عم نتطلع من سنة لسنة year over year بالأربع مناطق نسبة مبيعات المنازل اللي كانت عم تنخفض بالولايات المتحدة الأمريكية كما اتفقنا السوق العقاري بطيء هلأ حاليا وعم بيبطأ أكتر وأكتر نظرا لارتفاع أسعار الفائدة هذه واحد ثانيا أسعار البيوت اللي هي مرتفعة إلى حد الآن وسالثا هي الانخفاض في العرض يعني ما في كتير بيوت موجودة على الماركت خلا نبلش بالستستيستيكس واحدة واحدة أكيد نحن نستند بهيدا التقرير كمان لمقال طلع بالول ستريت جورنال والكاتي بتبع هذا المقال نيكول فريدمن بتاريخ 20 أبريل كانت تتحدث عن المبيعات المبيعات المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية نزلت 2.4% بشهر مارس ليكون عنا تقريبا 4.44 مليون وحدة بناء على الرابطة الوطنية لوسطاء العقاريين إذا عم نطلع من سنة لهلأ نازل نسبة مبيعات المنازل بأمريكا 22% 22% يعني نزلت من 5.69 مليون بمارس 2022 لـ 4.44 مليون بمارس 2023 22% نازلت أيضا شهر مارس هيدي ركزولة عليها كتير هو الشهر لـ 13 على التوالي اللي كنا عم نقش يعني 13 من أصل 14 شهر اللي هي كان هناك انخفاض بنسبة مبيعات المنازل أو نسبة مبيع المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية بس خلال هول 14 شهر بس شهر فبراير بشكل مفاجئ كنا عم نشوف نسبة مبيعات عم تطلع بشهر فبراير 13.75% بس شيلولي فبراير على جنب هيدا بيسموه بالستاتيستيك أوتلاير ما فيكن تطلع عليه 13 من أصل 14 شهر هناك يعني انخفاض بنسبة مبيعات المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية طيب خلينا نكمل هيدا البطء بالحركة بالسوق العقاري عم بتأثر على أسعار المنازل أيضا دي الأشخاص اللي دايما عم يسألونهم عن أسعار المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية وين نزلت وين طلعت رح نحكي بالتفاصيل نحن وياكم أكتر وأكتر كمان إذا نحن عم نحكي إخواننا عن أسعار المنازل انخفض أسعار المنازل لشهرين متتاليين وهذا الموضوع يحدث لأول مرة منذ 11 عام تمام؟ ننكمل من 2012 يعني أيضا المعدل الوطني للسعر المنازل نزل 0.9% بشهر مارس لا يوصل ل 375700 يعني المعدل الوسطي لسعر البيت بأمريكا 375700 دولار وهذا يعتبر أكبر انخفاض منذ يناير 2012 لهو year over year يعني التغير أو التغير بالسعر من سنة لسنة هذا يعتبر أكبر انخفاض بالسعر من سنة لسنة منذ يناير 2012 أنا عم حاول أعطيكم إحصائيات وأرجع فيها للتاريخ وبدي أرجع كرر للأشخاص إحنا ما يقولوا هيد الأرقام من عندي هيد الأرقام من رابطة الوطنية للوسطاء العقاريين مش من عندي حسين هاشم فأنا عم نحط لكم هيدي الشغلات قدامكم أيضاً البيانات لحتى تكونوا على اتلاع شو عم بيصير إذا نحنا عم نحكي عن معدل الأسعار الmedian prices نزل 9.2% 9.2% طيب خليني أنا أقصم المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية بدي أقصمها للمناطق مثل ما أنا كنت عم بذكرة بأنه في الوست الغرب الجنوب الميد وست وأيضاً النورس إيست اللي هو الشمال الشرقي إذا عم نحكي نحنا عن مبيع المنازل بالشمال الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية منذ العام الماضي لهيدي العام يعني منذ مارس 2022 لمارس 2023 نازل 21.2% نسبة مبيعات المنازل بالميد وست اللي هي الولايات التي تقع في وسط الولايات المتحدة الأمريكية نازل نسبة مبيعات المنازل 17.6% خلال هذا العام في الجنوب الساوس نازل مبيعات المنازل يا أخواننا 20.4% من مارس 2022 لمارس 2023 نطينا سنة وفي الغرب بالولايات التي تقع في غرب الولايات المتحدة الأمريكية الوست نازل مبيعات المنازل 30.5% صراحة إذا بنا نحكي بشكل صريح جدا أكتر منطقة بأمريكا من هود الأربع مناطق كبرى اللي هي مأثرة باللي عم بيصير هي حاليا هي المناطق التي تقع في غرب الولايات المتحدة الأمريكية الوست لأنه نسبة مبيعات المنازل نازلة أسعار المنازل نازلة تقريبا 7.5% من هديك السنة غاهيري السنة ولأنه ليش؟ لأنه بالفترة اللي سبقت يعني لما كان في بوم بالماركت هني أكتر شيء غيرت الأسعار عندهم وبالتالي مفهوم أنه هني هلا أسرع شيء تنزل الأسعار عندهم وبالتالي في الغرب هناك انخفاض في الأسعار وهناك انخفاض كبير في نسبة مبيعات المنازل 30.5% بعتقد هيدي أكبر نسبة انخفاض بالأربع مناطق كبرى اللي أنا كنت عم بتطلع عليها طيب بالنسبة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني المورجيج ريتس الفائدة على القروض العقارية كانت عم بيلعب عم تلعب أسعار الفائدة يعني بعد ما وصلنا لفوق السبعة بالمية وهيدا بيعتبر للأشخاص الما بيعرفوا وهيدا بيعتبر بيسموه 20 يير هاي يعني بعشرين سنة مش وصلين لهكذا ريت أكيد بناءا على الول ستريت جونيور دايما أنا بحب أعطي المصدر هيك بشيل المسؤولية عني المصدر من الول ستريت جونيور انه خلال العشرين سنة الماضية بيعتبر الريت اللي هو فوق السبعة بالمية اللي وصلنا له نحنا للأنترس ريت الفائدة على قروض العقارية بيعتبر هيدا ركورد أو رأم مش شايفينه من عشرين سنة تمام؟ هلأ حاليا الفائدة على القروض العقارية للثلاثين سنة فكست مورج هي ستة فاصلة تسعة وثلاثين بالمية بعد ما كانت خمسة فاصلة حداعش بالمية من سنة تقريبا فهيدا ارتفاعي هلأ دايما أنا بحب أذكر بالنسبة للفائدة على القروض العقارية أو الانترس ريت بتختلف ما بين شخص والتاني بتعتمد على أكتر من عامل على أكتر من فاكتر على الكريدت سكور تبعكم على الدون بيمت أكتر شي بيأسر فيها أكتر شي بيأسر فيها الدفعة الأولى وقديش معدل درجة الاعتمان عنكون بس بشكل عام المعدل الوسطي هلأ ستة فاصلة تسعة تلاتة وهيدا عم بيأسر بشكل كتير كبير تب خليني كمان روح على إحصائيات تانية في غاية الأهمية ومطول عليكم نسبة تشييد أو بناء المنازل الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بنسبة سفر فاصلة ثمانية بالمية بشهر مارس عن شهر فبراير وهيدي معلومات من وزارة الاقتصاد الأمريكية The Commerce Department أو Department of Commerce أيضا رخص البناء Residential Permit نزلت 8.8% وهيدي رخص البناء بتدلل على شو على عمار للمستقبل يعني هؤلاء اللي بيخدوا رخص البناء بدوني عمره كمان نزلت 8.8% بالولايات المتحدة الأمريكية حاليا على مستوى الوطني على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية إخوانا في 980 ألف بيت معروضين للبيع موجودين بالسوق معروضين للبيع وهيدي ارتفاع 1% عن شهر فبراير و 5.4% عن شهر مارس 2022 حتى عدد المنازل المتوفرة للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع 1% عن فبراير و 5.4% عن السن الماضي عن مارس 2022 لما كان في 930 ألف بيت للبيع إذا على هايدي نسبة المبيعات الموجودة حاليا بدنا تقريبا 2.6 شهر يعني شهرين ونص تقريبا لحتى نخلص كل هيدا البيوت المعروضة على البيع وهيدي كمان كتير بيتطلع علي كل ما هايدي الفترة زادت معناتها في مشكلة بالسوق العقاري هديك السنة بمارس 2022 كان عنا المعروض بيقدي بس لشهرين سوفيه ارتفاع 0.6 شهر تقريبا نص شهر زيادة سو هايدي كل ما ارتفعت أكتر هايدي دلالي على أنه البيوت عم تقعد أكتر لتنباع وهناك بطء في مبيع المنازل عدد المنازل المعروضة للبيع اللي هي موجودة بالماركت بشكل عام بناءا أيضا على هذا التقرير عم بتضل وقت أكتر لتنباع يعني خليني أحكي بصريح العبارة حاليا عم بتضل لبيوت المعروضة للبيع تقريبا 29 يوم لتنباع 29 يوم بشهر مارس بارتفاع 17 نهار عن مارس 2022 يعني بمارس 2022 كان المعدل الوسطي للبيع للبيت يقعد 12 يوم على الماركت عالسوق ينباع هلأ زادت 17 يوم هلأ عم بيقعد 29 يوم بالسوق لحتى ينباع البيت وبالتالي عم بيضل وقت أكتر بالسوق لحتى ينباع البيت طيب مين عم بيشتري بيوت أنا اليوم بدي أعطيكم حلقة يعني شامل اللي بدو يطلع من هدا الحلقة عندو كل المعلومات عن السوق العقاري مين عم بيشتري بيوت 28% من المبيعات تبع المنازل بمارس 2023 هن أشخاص عم بيشتروا بيت لأول مرة أو first time home buyer بس كمان هيدا الرقم منخفض عن هديك السنة كان هديك السنة 30% كانوا بمارس 2022 كانوا first time home buyer بيشتروا بيت لأول مرة طيب مين كمان الـ individual investors أو second home buyer الأشخاص اللي هن مستثمرين أفراد من الشركات وأول أشخاص اللي عم شتروا بيت تاني عندو بيت عم شتروا بيت تاني هودة كانوا 17% من الأشخاص تشتروا بيوت بمارس 2023 وكمان نازل النسبة 1% عن هديك السنة طيب الأشخاص اللي هن بيعوا البيت لأنه عندن حاجة ملحة عندن تعسر في الدفع أو ما بعرف شو عندن راح البيت للforclosure أو عندن short sale يعني رهن أو short sale هودة تقريبا نشكلوا نسبة 1% من مبيعات المنازل بمارس 2023 بعدو هيدا الرقم ونخفض عمر جيد هيدا رقم جيد إذا نحن عم نطلع على البطء بالسوق العقاري هلأ حاليا إخواننا والإخفاض اللي عم نشوفه هيدا من الأمور الأساسية اللي بدهم يه الاحتياط الفيدرالي أصلا هني كل اللي عم بيقوم فيها الاحتياط الفيدرالي الفتز بالولايات المتحدة الأمريكية هني لحتى يوصلوا لهيدا أنه تقوم بردوا هالاقتصاد شوي وأهم عنصر من عناصر تبريد الاقتصاد هو أنه ينزلوا نسبة المبيعات ينزلوا أسعار البيوت لحتى يبردوا هالاقتصاد شوي ويقللوا من نسبة التضخم الموجودة واللي هي كبيرة جدا وهني بيعتبروا أنه السوق العقاري بالشكل اللي كان موجود فيه هو كان أحد الأهم الأسباب اللي أدى إلى التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية هاللي اللي عم بيقوموا فيه رح يهدد السوق اللي لازم هو يكون نار بالربيع هيدا رح نشوفه يعني ممكن الأمور تتغير من هلأ إلى هلكم أسبوع إذا تحسنت معدلات الفائدة على القرور العقارية إذا شفنا الانترست ريت عم تنزل ممكن هيدا الموضوع يتحسن وإذا شفنا نحن الفادز طلعوا بشهر ماي إذا شفنا الاحتياط الفيدرالي طلعوا بشهر ماي ومعل الانترست ريت هيدا يمكن كمان يساعد أنه الماركت ترجع تقلوب طيب في شكل تاني بدي أحكي عننا ولكن بشكل سريع وبحكي عننا بفيديو تاني بشكل مفصل أنه الاقتراد في الولايات المتحدة الأمريكية إن كان لأفراد أو للمؤسسات صار فيه هناك بطء فيه وانخفض بشكل كبير جدا هيدا التقرير كمان اللي طلع بالوارد ستريت جورنل كتبه جابريل روبن بـ 19 أبريل 2023 هيدا في فيديو قادم رأي أحكي عنه بس كمان هيدا إلو دلالة أنه نسبة الاقتراد في الولايات المتحدة الأمريكية للمؤسسات والأفراد الـ الـ والبزنس اللي عم بياخدوا مصاري المورججز أو لونز من المصارف نزلت خاصة بعد الانهيار الذي حصل في بعض المصارف في الولايات المتحدة الأمريكية وهيدا أمر مقلق كمان للاقتصاد الأمريكي وإذا ما بعرف إذا عم تنتبهوا ولا لا بعض المصارف هلأ حاليا عم بتفضل يعني أول شي شددت عملوا تشديد للسياسات المالية تابعون عنده تشديد لمين عم بيعطوا قرد وعم بفضلوا يعطوا قرد للعملاء اللي هني عندهم يهن قردي مش لعملاء جداد وشددوا السياسات المالية تابعون المصارف حتى ما بعرض انتبهتوا كمان هناك بعض المصارف اللي عم تعمل عروض لأنه نزلة السيولة عندهم الليكوديتي ما بديش إحرق إلى حلقة الجي بس بدي أعطيكم فكرة فلأنه نزلة السيولة عندهم بالمصارف تابعون مثل عندي البانك أنا بستيزن بانك جيب خمسين ألف دولار ومنعطيك فائدي خمسة بالمية عليهم وما منجمدهم هاودي ما بيجمدهم المصريات شو اسمه American Express من أمتى American Express بقلقوا نخده 25 ألف دولار أو 50 ألف دولار على APR 4% أو 4.5% من أمتى هاودي كلها خاصة بقصة أنه بدن سيولي أكتر المصارف بيحكي عنه بالفيديو المقبل طيب لحتى أوصل لختام الحلقة إخواننا كله هلأ مرتبط بما يتعلق بالسوق العقاري وغيره كله مرتبط بالسياسات المالية اللي عم بيتبعة الاحتياطي الفيدرالي إذا قرر الاحتياط الفيدرالي بأنه يخفف من هيدا التشديد اللي هو عم بيعمله هيدا بيساعد السوق العقاري وإنما إذا ما استمر الاحتياط الفيدرالي بتشديد السياسات المالية تبعه ورفع الفائري هيدا رح يأسل سلبا ومش بشكل مباشر بشكل غير مباشر على السوق العقاري. بشكل عام اخواننا المحللين الاقتصاديين اللي نحن عم نشوفهم هلأ حاليا واللي عم نقرالهم واللي عم نتابعهم واللي عم نحضرهم كله عم بيحكي انه الولايات المتحدة الامريكية هي عايشة حاليا او بفترة ريساشن او باولة للريساشن للكود الاقتصادي وهو دل كم شهر اللي جايين هني حساسين كتير من هلأ لنهاية عام 2023. ليش? لانه شفنا هناك عدد كبير من الشركات عم بيصرح عمال شفنا عدد من الشركات عم بيعلن افلاسه بد باس ام بيوند اليوم كان عم بيعلن افلاسه والحبل عالجررار فيسبوك اللي نحن طلعين منه لايف هلأ عم بتصرح عمال وغيرها من الشركات عم بيصرحو عمال والمفروض بناء على هذي السياسات المالية اللي انه عم بيقوموا فيها انه نسبة البطالة بامريكا تطلع معناتها في عمال اكتر راح يروحوا على البطالة طب في كتير شغلات بنركز علي بها الكم شهر الجاية أتمنى أن هذه الحلقة تكون نالت أعجابكم حاولنا قد ما فينا نعطيكم إحصائيات وأرقام في غاية الأهمية ليكون عندكم فكرة عامة وشاملة عن السوق العقاري وأسعار المنازل ونسبة مبيعات المنازل في الولايات المتاح الأمريكية دعما لهذا المحتوى بشكل مجاني ما بيكلفكم ولا دولار ولا سانس هو أنه تعملوا شير وأيضا أنه تابعونا تعملوا لايك وفولو على فيسبوك وإنستجرام وطويتر وطيك توك وسبسكرايب على يوتيوب هذه كانت حلقتنا اليوم من برنامج شوفي ما فيه معي أنا حسين هنشم من قناة شو الأخبار إلى أن ألقاكم بحلقات مقبلي من هذا البرنامج وبرامج أخرى إلى اللقاء وبرعاية الله